شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة أمان ثلاثة استمر مشروع مراكز القيادة لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شاهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة أمان 3 والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة الإشارة مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير لمنظومة التأمين الفني والإداري للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع عبر تقنية الفيديو كونفرنس والتي تم خلالها عرض التقارير والقرارات لكافة العناصر التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مختلف مراحل العمليات كما ناقش عدد من المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة للتأكد من مدى قدرتهم على اتخاذ القرار العلمي المدروس أثناء إدارة العمليات مشيرا إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من منظومة التحديث والتطوير التي تتم بكافة الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر